في اليمن هل بقي للمبادرة مجال ثم عندما يتحدث الرئيس عن حوار وطني وآلية للتنفيذ هل يمكن أن نشهد تعديلات من نوع ما على هذه المبادرة تغييرات باتجاهات أخرى ربما لعادة إحياءها من جديد أم أن دول الخليج ربما تفكر بطريقة مختلفة الآن بسم الله الرحمن الرحيم أولا فعلا قلت الجملة السحرية هي الحوار الذي يكرره الرئيس علي صالح شيء طريف أنها صارت مفردة الحوار مثل مفردة زنق زنق عند القذافي هي راية يرفعها للخروج من المأزق السياسي للحوار مفاهيم وقيم ليس منها التملص ما نرى هو إعادة لسيناريو تملص حدث في اتفاقية العهد والاتفاق 94 بعد الحرب التي جرت أما إن كان هناك مجال لعودة المبادرة الخليجية نعم ليس هناك ما يمنع عودة المبادرة الخليجية أو الأمين العام لاستئنافها هي علقت ولم تلغى يعني يعود الزياني وفي جيبه مبادرة وقع عليها خمسة من أعضاء المؤتمر الشعبي وخمسة من أعضاء المعارضة ممثلين لقاء المشترك أيضا دليل نجاح هذه المبادرة التي يجعلنا نتمسك بها هي الطعون التي تعرضت لها من الرئيس علي عبدالله صالح يعني هو شك آخر ما سمعنا أنه لم يتم التعامل معه باحترام من قبل الأمين العام لأنه أبلغه إن لم يوقع الاتفاق فيعتبر هذا رفضا يعني وقال هذه ليست طريقة ملائمة لمخابط رئيس دولة هو يحاول أن يتملص من هذه المبادرة التي هي المخرج الوحيد أمامه وأمام اليمنيين للخروج من هذه الدوام التي هم فيها يعني لدرجة أنه قال أيضا المبادرة عملية انقلابية بحتة فالهجوم على المبادرة دليل على نجاحها ويجب أن نتمسك بها لأننا لم نك خيار في هذه المبادرة لكن الرئيس طرف مهم وهو في المعادلة الصعبة من هذه المبادرة ما الضمانات من قبولها؟ ما الضمانات أنه سيقبلها المرة القادمة في حال لو عدنا مرة أخرى على الطاولة؟ سيقبلها الرئيس هناك بيئة أمنية متقلبة تحيط بالرئيس يعني هناك تحولات في الشارع وتقلبات في الولاءات اليوم صادق ابن الأحمر قبيلة حاشد أيضا سمعت من هيئة علماء اليمن أن النزول في الشارع واجب شرعي أيضا أوباما أثنى وبارك جهود الخليجيين وحث الرئيس صالح على إنجاز النقلة أو التخلي عن الحكم مرة واحدة أربعة تردد نبرة أن اليمن سيصبح دولة فاشلة إذا استمرت على هذه الحال خمسة البيئة الأمنية كما قلت تغيرت نحن نرى هجوم على باب العزيزية في ليبيا عقوبات شخصية في سوريا أيضا هو يشعر بضغط يصل إلى أنه يشتكي أو يحذر من تدويل الأزمة كل هذه المؤشرات على أنه سيأتي سيأتي الرئيس صالح بالنهاية إلى طاولة المفاوضات أو طاولة التوقيع لكنه يحاول أن يحقق العديد من المكاسب قبل أن نرى توقيعه على تلك الورقة التي وقعها خمسة من المعارضة وخمسة من المؤتمر من أعضاء جبهته أو المؤتمر الشعبي دكتور عادل الشجاع ما الذي يضمن بأن الرئيس سيوقع على هذه المبادرة هناك إحساس عند البعض بأن الرئيس حتى لو دخلت البلاد في حرب أهلية لا سمح الله حتى لو دخلت في حال فوضى لكن فكرة